اهلا بحضراتكم من جديد ان حتى فهي السلة يأخذ كل البطولات بالكامل تنس الطاولة كملت هذا الانجاز الكبير مبارح لكن قبل ما نروح لتنس الطاولة الطائرة والما حدث فيها لا انا مندهش جدا انا فرقى كسبانة وفي رابع شقود الحاسم انت البنات في افريقيا في افريقيا عشرين خمستاشر واخسرنا الجيم دولة بعدين العاب دي يعني واردة لكن الاضطرابات اللي حصلت والانتقالات اللي حصلت انا بص مش هتقعد لعيب غزبة عنه واذا المال استطاع ان يقفز الى ذهن لعب في مقابل الحب مش عايزوا ان يبقى منتمي لدرجة انه يعني محاجح حيلعب بلاش لكن اللي ممكن تعمله انك انت وانت موجود في نادي بيأخذ بطولات وبتاخد مكافئات تتحرك الامور الى حدود لكن الضغط على النادي الاهلي برفع سقف ما كانش ما كانش منصفا لا انتقال اربع لعبات من الاهلي لزمالك انا بتكلم اه اده الوقت مين لاربعة فريد عسقلاني وابنة ويقالت انا محترفة ما ليش قلب انا بخلص الحد اللي بروح لها وانا جئت بالاهلي عشان اكسب بطولات اذا مالك بابن تيم عشان يكسب بطولات بس وهو بيكسب بطولات ضعف لي المكافئات بتاعتي وانا محترفة مش هزعل منها قوي لكن انا مندهش جدا من مريم متولي انت لما تقرأ البنت دي وعلاقتها بالنادي الاهلي تستغرب طريقة وضعها للنادي الاهلي اذا ما كانتش قصدها يعني انها تكون يعني بتقصد حاجة تانية لو خدته بالمفهوم المباشر لدي واحدة متقلمة هي بتمشي من النادي الاهلي بنتنا بنت الكابتن مندوح اسماعيل كنت اتمنى انها تاخد خرار انها تقعد وتتحل المشاكل لو في اي مشكلة تخصها يعني داني شاوي داني شاوي دي لعيبة صعيدة ابوها دكتور رحمد شاوي الحياة بعث لي يوصف الظروف وان هي يعني ما كانتش واخد حقوقها وانه شكاك كتير بتعرف النظر كل دي لما تكون انت مش اخد حققات من وجهة نظر مش الطريقة دي مش وانت تعال خش وتكلم في المسؤولين خش وتكلم وشوف واعمل عليك لكن ما تبقاش مع اول الجملة تقول اتعاملوا معك ازاي يعني ما يكونوا حطين حيتعامل معك واخد بيلاقي مبارد مش كل حاجة اتعاملوا معايا وكلموني بطريقة بطريقة ايه اللي تكلموك بي لحد قالك الباب يفوت جملة لحد قالك قالك احنا حطين ميزانية ومش عايزين بوضل فرقة تعال الراعي الكلام ده واخد بالك وبرضو برضو يبقى فيه وعود ان احنا ازاي نطور قدام شوية وازاي يعني يعني لانا قصد اقوله ماش مش الجيم الكبير اوي عشان يا جماعة فيه طرف بيحاول يصرف بطريقة حتجرجرنا في الالعاب اكتر من كرة الخدم دي ارقام وصلة النهار ده خمسة وثمانية او تسعة مليون جنيه في السنة في العاب غير كرة القدم الجرجرة كده هتؤثر على كرة القدم لان الميزانية بتاعتك لو خدتها استهلكتها بالطريقة دي احنا بنعاني من اللي حصل في كرة القدم والقفزة المرعبة فيه تكلفة اللعيب والمدربين اللي حصل مفيش في افريقيا لا العقود دي كلها حتى الشمال الافريقي ولا بجنوب افريقيا واحدة من اغنى الدول مفيش مصر بتصرف بطريقة مختلفة فمش عايزين نجرجر نفسنا استحمله شوية والحمد لله لانا عندنا اقطع ناشئين وناشئات قوي جدا استطيع بان الله انه سد الفارغ الفارغ وبان الله نقدر ربنا اطفقنا في المحترفات نقدر نعود برضو بعض الشيء هنجد وبعدين يعني برضو اتحاد اللقبة استطاف الله العظيم يا رب عايزين نحط بقى لوائح ما تقعدش كلها ان احنا تقدر تأجر لعيبة لبطولات بي حتى لو استفدت انا منها ما انا مضطر ان امشي بالغلط عشان مش هتفرج لكن ده مش صح الصح بقى نحمي شوية مستوانا اللي لا يقل عن المستوى الدول المحترم لاني العابنا في كرة اليد تحديدا في كرة الطائرة مش بعيد قوي تعالوا نتكلم ازاي نفيد العابنا وإلا هنخش فيه ميزانيات خزع بالية هتؤثر على قدرة الاندية طالما انك مش مطبق السلامة المالية والشفافة المالية وطالما ان الناس مش مطالبة تقول فلوسها هتفي بالاتزامات ولا لا وجات من ايه دي طبقوا المعيير دي على كل الاندية قولهم النادي الاندية